وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بفرنسا انتشر خبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد بسرعة البرق عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مما أثار الكثير من التساؤلات حول شخصيتها وظروف وفاتها من هي ريم حامد؟ ريم حامد كانت باحثة مصرية مرموقة حصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة قسم التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية دفعت 2017 تابعت دراستها العالية في فرنسا حيث حصلت على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية وكانت تقيم في مدينة ليس أو ليس الفرنسية في سكن جامعة بوسكيت المسيرة الأكاديمية والمهنية عملت ريم حامد كباحثة في مرحلة الدكتوراه في معهد البيولوجية التكاملية للخلية بجامعة باريس وقد تميزت ببحوثها في مجال علم الجينوم حيث أكملت درجة الماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة الظروف الغامضة لوفاتها أثارت وفاة ريم حامد في فرنسا تساؤلات كثيرة مما دفع وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان رسمي حول الواقع أوضحت الوزارة أن القنصلية المصرية في باريس تواصلت فورا مع السلطات الفرنسية لمعرفة تفاصيل الحادث وملابساته مع التركيز على الحصول على نتائج التحقيقات بأسرع وقت ممكن وكانت دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد أصدر توجيهات واضحة للقنصلية لمتابعة التحقيقات عن كثب والوقوف على تقرير الجهات الفرنسية المعنية لمعرفة سبب الوفاة كما أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وترحيل الجثمان إلى مصر بعد الانتهاء من التحقيقات حياة ريم حامد وأيامها الأخيرة شهدت الأيام الأخيرة من حيات ريم حامد نشاطاً ملحوظاً على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحدثت عن مضايقات وملاحقات تعرضت لها من قبل خل أشخاص مجهولين ملمحاً إلى ارتباطهم بجهة عملها ذكرت ريم البالغة من العمر 29 عاماً في منشوراتها أنها كانت تشعر بالملاحقة ومحاولات اختراق أجهزتها بشكل متكرر إلى جانب تعرضها للتنمر والتمييز العنصري كما أفادت بأنها كانت تتلقى تهديدات تطالبها بالتككتم على أمور تتعلق بأبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا في إحدى تدويناتها تحدث ريم عن تعرضها لمحاولة اغتيال من قبل جارتها التي زعمت أنها قامت برش مواد مخدرة على باب شقتها مما تسبب لها في تسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس ولكن بعد أيام قليلة من نشر تلك التدوينات قامت بحذفها ولم تمضي فترة طويلة حتى تم الإعلان عن وفاتها دون أن يتم توضيح سبب الوفاة حتى الآن التحقيقات الجارية في الوقت الذي تواصل في فيه السلطات الفرنسية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الوفاة تتابع السفارة المصرية في باريس جهودها مع الجهات المعنية للحصول على تفاصيل دقيقا حول الحادث وكشف الحقيقة الكاملة رحلة ريم حامد تاركة وراءها تساؤلات كثيرة وأحزان عميقة بين زملائها وعائلتها ومع استمرار التحقيقات يبقى الأمل في كشف حقيقة ما حدث ومعاقبة المسؤولين إذا ثبتت أي شبهة جنائية ترجمة نانسي قنقر